أهلا بحضرتكم متابعين الكرامة في حلقة جديدة من برنامج استراحة والتي سنلقي فيها الضوء على هذه المأساة الكبيرة التي يعيش فيها الآن كثير من أبناء تركيا الحبيبة وكثير أيضا من أبناء سوريا العزيزة مع الأسف الشديد زلزال مدمر ضرب كل من تركيا وسوريا نتحدث عن أن الضحايا بالألاف والمصابين أيضا بالألاف والمجهودات الكبيرة تبزل من قبل الحكومة التركية وأيضا من قبل المواطنين الأتراك وأيضا من قبل المواطنين في سوريا ولكن هناك مناشدات ونداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحكومات الدول العربية والإسلامية بضرورة المساعدة والمساهمة في هذه المحنة خاصة أيضا مع إعلان الدولة القطرية عن أنها أقامت جسرا جويا من أجل تقديم المساعدات العاجلة للدولة التركية وأيضا للشعب السوري حيال هذه الأزمة وما هو موقف المسلمين تجاه الضحايا ومنكوب الزلزال سنتحدث مع ضيف حلقة الليلة الدكتور قدس سمراء رئيس المركز العالمي للدعوة الإسلامية أهلا بحضرتك فضيلة الدكتور أهلا وسهلا حياكم الله ماذا تقول عن هذه المحنة الكبيرة التي ألمت بتركيا وسوريا جراء هذا الزلزال المدمر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون في هذه الساعة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضحايا الزلزال وأن يخفف المعاناة عن المتشردين وعن الجرحى الذين يعيشون في هذا الوضع اليوم وخاصة وهم يعيشون في هذه الأزمات ويعيشون في هذه العواصف الثلجية وقد شردوا وهدمت بيوتهم ترجمة نانسي قنقر